أريد أن أرحب البطلة اللي معي دلواتي ياسمين حسان وهي هتعرفنا عن نفسها فدلي ياسمين أنا ياسمين حسان عني 17 سنة طلبة في المدرسة في جريد 11 وبطل جمهرية في سباح في نادي وادي دجلة هتقدمي مين في الفقرة ياسمين؟ أنا هقدم أمن مبدأ وأنا محبها قوي وكمان أريد أن أشكرها أبي على تعبها المعينة في الحفل الجميلة دي مع المهندسة أمن مبدأ رئيس الاتحاد المصري والإفريقي الرياضي للاعقات الدهنية وعضو الاتحاد الدولي بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدة الوزراء الحضور الكرام السلام عليكم للسنة الثالثة مع القادرون باختلاف منعنا فيروس كورونا المستجد العام الماضي من اللقاء ولكن إن شاء الله ستتجدد لقاءتنا أعوام وأعوام في النسخة الأولى من قادرون باختلاف والذي جاء متزمناً مع عام الإعاقة الذي أطلقه فخامة الرئيس عام 2018 وإصدار قانون الإعاقة والذي كان منصفاً يعني لكل حقوقنا كان هدفنا هو تسليط الدوء على قضايا الأشخاص ده والإعاقة وإبراز القدرات المختلفة والمتميزة الحقيقة أقصى حاجة أنا أتمنتها إن أنا أحصل على رعاية سيادتك للحدث عشان نسلط الدوء على الموضوع لكن فجأت إن حضرتك رديت علينا بالرعاية والحضور الحمد لله حصلنا على العديد من المكتسبات إطلاق اللقاح التنفيذية للقانون إنشاء صندوق إعاقة المساواة في المكافآت الرعاية ما بين الأشخاص ده والإعاقة وغيرهم النسخة الثانية من قدرون باختلاف هدفنا كان تغيير نظرة المجتمع نعرض إزاي الناس بتتنمر زيادة وعي المجتمع إزاي ببصر المختلف ويمكن حضرتك النهاردة يا فراندم وإحنا ماشيين في المعرض أنا يعني يمكن أنا كاتبة ده بس شفته والناس وهي بتقول لحضرتك إن وجودك معنا ووجودك في وسطنا إزاي ووديتنا من مكان لمكان تاني وحددك سمعت كده من كل واحد وإحنا ماشيين يعني حقيقة وأنا بكتب الكلام يمكن عشان عايش معاهم في حسة لكن النهاردة وأنا ماشي مع كل واحد فيهم وكل واحد فيهم حقيقة بيقولك أنا كنت فين وبقيت فين وأدي إيه صبر حضرتك أنا بخرج على الورق اللي قريته لأن أنا أدي إيه تأثرت وإحنا في المعرض وكل واحد فيهم متأثر وحضرتك مدي وقتك ومدي صبرك واقف وبتسمع في حقيقة إحنا في مكان وحددك وديتنا في مكان تاني خالص الحقيقة لن نفخر جميعا أن نقدرون باختلاف أصبح شعارا إيجابيا للأشخاص ذوي الإعاقة ونأمل ونحلم أن يكون شعارا متميزا لمصر يسعد الأشخاص ذوي الإعاقة ما نقولش تاني ذوي إعاقة إحنا مضينا على اتفاقية الأمم المتحدة 2007 أن نستخدمها في الحاجة الرسمية الأشخاص ذوي الإعاقة لكن إحنا القادرون باختلاف كل فقرة من احتفلياتنا اليوم هي شهادة حق للعصر الذهبي الذي يعيشه القادرون باختلاف ولكن هل مزال فينا من يقصو ويتنمر ويظلم نعم ولكن لم نعد ضعفاء نستقوى بالله وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوانين الدولة وهذا هو هدف احتفليتنا نحن أقدر وأقوى وهذا ما رأيناه اليوم هيبة المرشدة رحمة الإعلامية عبد الرحمن مهند الدنيا بقت مختلفة القادرون باختلاف بقوا أقوى وأقدر على التعبير عن نفسهم وعلى الدفاع عن نفسهم كمان وبقى عندهم فيه ظهر وراهم بيسندهم السيدات والسادة لأول مرة في القادرون باختلاف يشترك معنا أن نجون من الحروق وأيضاً قصار القامة فلقد أصبحت الاحتفالية مظلة يلتقي تحت ظلها كل مختلف فهم أيضاً مختلفون وقادرون ويتعرضون للكثير من الصعوبات ويحتاجون للدعم وتوعية المجتمع في المدارس في الجامعات في العمل فلم يكن أبداً الشكل هو المقياس الأساسي لتقييم الإنسان بل جهده وعمله وكما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فقامت السيد الرئيس الجمهورية لعلي أجد هذه الفرصة ملائمة لكي أقول إن إصراركم ودعمكم اللامحدود للقادرون أصبح له معنى مختلف في قلوبهم وبمعنى أدق أصبحت درعاً يحميهم مما يواجههم من تنمر وانتقاص من حقوقهم وسيفاً يحارب لهم ومعهم للحصول على المزيد والمكان من الحقوق والمكان اسمحوا لي أن أزوف بعض الأخبار السارة والذي أعتقد أنها سيكون لها مردود إيجابي للقادرون باختلاف في الاتحاد اللي بشرف برأسته إن شاء الله سيتم التعاون مع كافة الاتحادات الرياضية لغير دوي الإعاقة لوضع مقطط ليكون أبطالنا جزء مشترك في نشاطاتهم الرياضية سواء تدريبات أو بطولات لتطبيق الدمج رياضياً تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وسيتم البدء على رفور مع اتحاد كرة السل البدء في إقامة مراكز تدريب لأبطالنا ومدربينهم في جميع مراكز شباب مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بحيث فيكون ممرسة الرياضة متاحة لأبطالنا في جميع قرى مصر استجابة لمبادرة الرئيس والرئيس الجمهورية حياة كريمة وأخيراً كلنا بنتابع البرنامج الناجح العبقرة فيه العبقرة المدارس وعبقرة الجماعات برعاية أكبر بنوك مصر الوطنية البنكي الأهلي الحقيقة ده خبر أنا شايف أنه هو خطوة قوية سيتم إطلاق نسخة جديدة العبقرة للقادرون باختلاف خطوة من ألاف الخطوات التي تخطوها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يومياً لدعم القادرون ما زال أمامنا الكثير من الخطوات سنخطوها معاً بإذن الله ودائماً وراء كل الأبطال من القادرون باختلاف أم وأب يبذلون أقصى تقيتهم فلهم جميعاً الحقيقة أنا بحني راسي مش بس بحييك وحياة ربنا لأن أنا بشوف المجهود اللي أنتم بتعملوا قد إيه فكل التحية لكل أم وأب بيشتغلوا مع أولادي أشت مصر وأهلها ورئيسها بيهم ترزقون وبيهم تنصرون شكراً يا فن